وجهات نظر عراء مختلفة وأخرى متقاطعة لكن في خدمة قضية واحدة نتتبع التفاصيل لنستشرف الحقيقة وجهات نظر برنامج أسبوعي على تلفزيون إبداع الرقم مشاهدي الأفاضل أسعد الله أوقاتكم نلتقي وإياكم اليوم في حلقة جديدة أخرى من برنامج الحواري وجهات نظر ضيفنا في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي الدكتور نجيب أقصبي من أجل مقاربة الوضعية الاقتصادية في هذه الوضعية التي يعيشها المغرب في ظل من طبع الحال تداعية جائحة كورونا الدكتور نجيب أقصبي مرحبا بكم في هذا اللقاء السلام عليكم السؤال الأول أو الإشكال الأول أو التحدي الأول الذي يطرح من طبع الحال اليوم على متتبع الوضع الاقتصادي في المغرب هل نحن بصدد يعني أزمة اقتصادية حقيقية أم أن الأمر يتعلق بظرفية اقتصادية ربما صعبة ويمكن أن نتجاوزها مع مرور الوقت يا أخي يمكنني أن أقول لك أن الاقتصاد المغردي يعاني من أزمات منذ سنوات منذ على الأقل أربعة أو خمسة سنوات كان اعتراف رسمي بعمق الأزمة إلى حد أنه الآن رسميا كين واحد اللجنة التي تدرس الإمكانية إعادة النظر بصفة شمولية في الاختيارات التي أدت لهذه الأزمات المتتالية والتي هي طبعا قبل من جائحة كورونا فبوضوح الاقتصاد المغربي يعاني من أزمة شمولية بنيوية منذ سنوات يمكننا نرجع لتشخيص الجوانب لأزمة ولكن طبعا أزمة كورونا هي في الحقيقة هي نتيجة لاختيار لمواجهة الجائحة أمام جائحة غير مسبوقة المغرب كدول أخرى دير الاختيار دير الحجر الصحي طيب بغض النظر عن واش هدو القرار اللي كان خصو يكونه باش هدو النقاش المهم من ناحية الاقتصادية والاجتماعية هو أنه إقرار الحجر الصحي هذا يعني عمليا إقرار قرار أنك من يوم لآخر كتوقف الاقتصاد الاقتصاد يتوقف الإنتاج يتوقف الاستثمار يتوقف فأولا الأزمة يمكننا قوله بذلك كأزمة عرض من ناحية الاقتصادية أي أزمة الإنتاج لكي ينهار ناتج داخلي الخام حسب التوقعات ديال المندوبية السامية ديال التخطيط بالنسبة 2020 هي أنه سيكون أول مرة منذ عشرات سنين ناتج داخلي سينخفض حسب توقعات بين 5% إلى 7% هذا شيء غير مسبوك مع الأسف كنا عارفينه ولكن اللي ما بكاش بغير يشوف ما شفش كان عارفين أن الاقتصاد المغربي راه اقتصاد هش ما يسمى بالقطاع الغير مهيكل في الحقيقة شنو هما هما ملايين العائلات اللي ما عندهاش من بعد يال قوت قار مضمون كيف تقولوا عنا بالعمية طالب معاشو كيخدم النهار كيأكل في الليل إذن مين قلتين الناس بأنهم يدخلوا في حجر صحيح هذا كيعني بأنه الإمكانية ديال العيش اليومي ما بقاش إذن هذا شك يعني كيعني طبعا البيطالة يمكن نقول أيضا بالأرقام الرسمية ولو أنها فيها نقاش البيطالة راه في بدعة أشهر تزادت بالنص يمكننا نقول وكان حسب الأرقام الرسمية الحقيقية كان مليون ومئتين وطلعنا المليون وستمائة ديال اللي غير إحصائيين ما يقرب ستمائة ألف اللي تزادوا في الجيوش ديال ديال العاطني أكثر من هذا مشغل البيطالة البيطالة هي القوت المداخل نحصرت إذن نهيار ديال المداخل أدى إذن ليش؟ أدى إلى أزمة ديال الاستهلاك أزمة الاستهلاك أدى إلى أزمة اللي يسمى الاقتصاد برجعت لأزمة أزمة عرض كيف قلت ولكن أيضا أزمة الطلاب وهذا أيضا شيء غير مسبوق أنه تكون أزمة في نفس الوقت أزمة عرض وأزمة طلاب نزيد على هذا مع الأسف والشيء اللي مع الأسف رهها اليوم مطروحة تزادت على هذا الشيء بالنسبة للعالم القرن وكن الحقيقة بالنسبة الاقتصاد برمته الجفاف وما أدراك من جفاف رحنا لا قدر الله لا قدر الله ونطلب الله أنه تحشد ولكن رهها غدين طالعين في ثلث سنين هي الجفاف متوالية السنة الماضية تتعرف أن الحبوب رأي الثلثين دي الأراضي المزروعة في البلاد وتسعين في المئات دي العائلات في العالم القرن رأهم يعيشوا من المنتوج والمكتراشي تديروا كيعتمدوا بصفاء أخرى على الحبوب الإنتاج دي الحبوب نهار إلى ثلاثين مليون قنطار هذا أيضا مستوى ما عرفنا شادي عقود هذا كي يعني أيضا شوه كي يعني بأنه الظروف العيش في العالم القرن رهها أسوأ ثم أسوأ من الوضع اللي هو درجة سيئة في العالم الحضاري إذن تزادت الأزمة دي الجفاء واللي كيف قلت إلى يومنا هدرى قائمة ولا زالت تتفاقن نزيد أيضا عامل آخر اللي تزيد يعمق من المشكلة هو نتيجة دي الاندماج الغير معقول العشوائي فيما سمي بالعولمة حيث أن هذه الأزمة بينت شنو بينت بينت أننا الشركاء الرئيسيين ديالنا شون هما هما أوروبا وفي قلب أوروبا في الحقيقة خاشكاين كي يجوش داتا ديال ممكن يقول سبانيا وفرنسا شوية إيطاليا هما الشركاء الأساسية اللي كندرون معهم العلاقات مش غير تجارية أيضا علاقات بشرية أي مثلا تحويلات ديال المغاربة في الخارج أيضا الاستثمارات السياحة إلى آخر هذو كل هم بلدان من بين البلدان اللي كيعاني والأكتر من الأزمة إذن طبعا الأزمة ديالهم أيضا كتنعكس أيضا علينا إذن كتشوفوا بأنه التضافر ديال هذه العوامل كلها مع الأسف كتجعل بأنه صحيح مع الأسف أن الأزمة هذه الأزمة هذه الاقتصادية والاجتماعية الشمولية بالحقيقة هي غير مسبوقة لا في الحدة ديالها ولا في النوع ديالها إذن إلى الخصنة المدخلة ديالكم على أساس أن اليوم انطبع تحل باعتراف رسمي وبأرقام اللي هي رسمية نحن أن المغرب يعيش كيعيش واحد الأزمة اقتصادية واش في نظركم اشنة هي التداعيات الاجتماعية اللي ممكن غات بدأ تظهر أو لا يمكن بظهرات ديال هد الأزمة الاقتصادية ده رأني بديت كان واجب عن هد السؤال في الحقيقة مين قلت بأنه الأزمة اللي نجد على الحجر الصحي شنو بيينت بيينت بأنه نغرب بالأرقام الرسمية إلا خدين مثلا غير الأرقام الرسمية اللي دفا كينا في المشروع ديال القانون المالية كينا خمسة فاصلة خمسة في المئة مليون مليون خمسة مليون ونص ديال العائلات المغربية اللي من تتحد داك الباب ديال بتجيل باش يعطيوهم داك الألف درهم ديال إعانة نشو وتقيد هده شكي يعني إلا خدينة حكي في المغرب كينا سبعات مليون ثمانية مليون العائلات كينا خمسة على خمسة وثلاثين ستة وثلاثين مليون ديال المغربة اللي كينا اليوم في المغرب خمسة ديال المليون ونص ديال العائلات هذا يعني لاخدنا الأرقام ديال أن كل العائلة فيها ربعة ربعة ونص ديال الأشهار راح نوصلنا إلى 22 إلى ما يقرب 25 مليون ديال المغربة اللي من جاءت الجائحة صابوا رأسهم بصيفة أو بأخرى مددهم الإعانة وش كينا شي مؤشر أكثر من هذا على مستوى الهشاشة والمستوى للفقر اللي كتعاني منه جماهير في المغرب طبعا يمكن لين تكلم لك على الفقر يمكن لين تكلم على ما يسمى بالمؤشر للتنمية البشرية يمكن اللي يتكلم لك على البطالة إلى خير أنا كيف أنه أمام هذا وضع هذا وأمام هذه الظاهرة هذه اللي برزت اللي قلت لك ما يقرر من 25 مليون ديال المغربة صاب روح بأن هم الحبل تقطع بهم كيف تقول بالهدف هذا كيف يبين أن الأزمة الاقتصادية أدات إلى أزمة اجتماعية شمولية واللي مع الأسف مع الأسف ممكن نرجع إلى بريتي أمام ممكن يقول السياسة اللي أقل ما يقال سياسة الحكومية ماشي في المستوى الحدة للأزمة هذا يعني بأنه مع الأسف هذه الأزمة الاقتصادية اللي جار العصر أزمة اجتماعية وممكن لها تؤدي شيء آخر نعم نطلب الله ولكن طبعا دائما إمكانية الاستدراك ولكن الوضع خطير هنا سنرجع معك واحد نقطة بما سبقه ترتياف واحد جموعة من الحوارات أنه الاستثمار دائما في المغرب لا ينتج تنمية ومطبع حال ما ينتج تنمية ولا ينتج واحد الشغل وهنا يرجع الأمر لهذه السياسات المتبعة لماذا الاستثمار في المغرب لا ينتج تنمية ولا ينتج حالك حصيل شغل أولا لكي نكون مضوعين لدينا اللحظ بأنه من كان من المفروض حسب الاختيارات التي كانت أنهم يكون المحركين الأساسيين للإستثمار أي القطاع الخاص أي المقاولين الخواص في الاختيارات التي كانت منذ عقود راهنت كل الرهان والدولة أدت تمام المجتمع أدت تمام عبر المتيازات الضريبية عبر الضعم عبر القروض كانت جعات متعددة لهذه الطبقة التي كنت من أنهم يكونوا حقا مستثمرين ومقاولين أي القطاع الخاص باش يكون هو القاطرة ديال استثمار ديال خلق مناصب شغل إلى آخر مع الأساس ديال أرقام واضحة واضحة رسميا كتبين بأنه مع الأساس القطاع الخاص ملعبش هالدور دير ما استطاعش باش يكون دات القاطرة الاستثمار ديال القطاع الخاص يمكن لقول لكم 19 ربع ديال المجهود الاستثماري ديال البلاد إذن كون أنه كين عجز على صعيد القطاع الخاص صحيح أن الدولة المؤسسات العمومية مدترة باش هي تعود لك الخاص إذن المستثمر الرئيسي اليوم هو الدولة والمؤسسات العمومية طيب المشكل شنو هو في الحقيقة هنا ما يمكن ما نرمطوش المشكل بالإشكالية السياسية لأنه ممكن تكلم على الاستثمارات اللي في الحقيقة ممكن تقول ما خلقتش مناصب شغل ما أدتش إلى مستوى مرتفع ديال النمو لأنه الفروض هو أنه استثمار كيحرك كيسرع الواتير للنمو ماذا تقولوا بأنه هذه الاستثمارات ما أدتش إلى نمو مرتفع إلى خلق مناصب شو هذا كي يعني بأنه كانت اختيارات ديال واحد النوع واحد من الصنف ديال الاستثمارات اللي هي الحقيقة هي غير مجدية غير ناجعة علش لأنها موضوعيا بكل صراحة لما ما تتجوش مع الحاجيات ديال السكان ما تتجوش مع الطلاب إن هدو من البديهيات ديال الاقتصاد مين كي تكون واحد الانتاج واحد الاستثمار كيتجوش مع الطلاب ديال السوق ما يمكنش ما يكونش ناجعة المشكل ديال مع الأسف جل كبير قصد كبير ديال الاستثمارات ما يسمى الاستثمارات في المشاريع الكبرى ما كان لش نعد دهارها معروفة جلها هي استثمارات أخذت بطريقة غير معقولة غير معقولة لأنها مكتجوش حقيقة مع الأولويات الأولويات ديال المجتمع الأولويات ديال الناس إذن الاستثمارات ها هي ولكن الجدوى ديالها الوقع ديالها على الاقتصاد شو شبه يمكن إلا بغتي الأمثلة نعدد ذلك الأمثلة اللي كاتبين أنه هذا كيف قلت في الفيديو هادو من بين الإشكاليات الكبيرة الاختيارات الخاطئة مع سلاسف اللي كانت واللي متعلق بالنموذج السياسي أي النموذج للحكامة أي النموذج ديال القرار السياسي نرجع لناك الواحد النقطة أنه مباشرة بعد الرفع الحياة السحي سمعنا جمعة الإجراءات داعم المقاولة كمشروع مثلا برنامج انطلاق إلى غير ذلك وش هاد برامج عندها رؤية ديال أنها فعلا تقدر ترجعها الدينامية للقطاع الخاص لمنطبيعة الحال أنه لن تعش القطاع الخاص يقدر إنعش المجال الشغل شوف دائما الواحد يجب أن يكون متفائل ونا دائما من هذك التي يقول القمش الخير نفح غير ما خصناش عود نوهم رأسنا ونحن عارف الواعي بالواقع لأن هذا مثلا تجربة التي قلت لها انطلاق ولو أنها جائحة وقفتها المهم هذا ليس يبلغ من نوعها إلى عشرين خمسة وعشرين سنة الماضيين منذ الثمانينات هو المشاريع بنفس المنطق دائما شنو المنطق باغين نساعدوا المقاولة الشباب للأخير كيف سنساعدوا يخموا أولين بالمنطق البنكي المنطق البنك أي وكأن المقاول شاب أو مش شاب المشكل هو الفلوس فإذا شنو وفي المنطق أيضا دائما السوق ودائما البنكي سنرميه في أحضان الأبنك ونعتبره بأنه إلى الأبنك أعطته القروض سيكون المشكلة والمشكلة والحال أنا أولا أنا أقول التجارب المتعددة منذ عقود دماء كاتبين بأنه المشاكل العواق إق والله اللي كي يواجه المستثمغية متعددة كيتبدأ من الأرض بعدها غير فلوسية كيف تقول ونريد وش رحصنا أرض إذن ذاك الأرض خصا تكون ممكنة وخصا تكون عندي الإمكانيات باش نوصلها إلى آخر إلى طبعا إلى المشاكل الإدارة إلى المشاكل ما يسمى بالمناخ للأعمال المناخ للأعمال إلى المشاكل للتسكوين إلى المشاكل للطاقة إلى المشاكل للتأطير طبعا أنا غد وصل إلى المشكل للسوق إذن المشاكل هي متعددة وعلى الجواب للمسؤولين هي أنه عندكم مشكلة التمويل هكو التمويل تتمويل ولما على الأسف كانت غير المشكل هذا تحل بعدها بصفة معقولة ما كان لاحظه أيضا هذا نخذ التجارب متعددة ومتتالية لأنه كانت تقول من بعد كانت طلب المقاولين كانت عدة عبحات الأخي كانت طلب المقاولين شوه المشكل غالباً تبعدها في هذه القضية تتمويل منها يعاني المقاولين للشباب أكثر منهم تقول لك الأبناء ستفرض علينا شروط تعجيزية بعض المرة تستغل بيروقراطية الأبناء ستكون أكثر من بيروقراطية وإنهاك القدرات والإمكانيات في مشاكل تاني حتى الكلفة مرتفعة بالنسبة للدول الأخرى مع المجهود التي يقول بانك المغرب تصدق السعر سنرى الآن سنرى الآن في بانك المغرب قمت هذا المشروع الذي ينرى اليوم قمت تصدق السعر المدير تصدق 1.5% ولكن الأبناء تصدق 3.5% 4% تصدق معلين رائع بالزال أي الهامش للربح للأبناء يوصل للجوج في الوضع المتأزيم حيث نعيش وفي الوضع الدولي الذي يمكن أن الهوامش هي 0.5% ليس جوج هذا ليس مقبول ليس مقبول إذا حتى الشروط التمويد هي تعجيزية ومكلفة جدا شيء لا يمكن أن تكلم على الأبناء ويعيد أن تضع المشكلة للأبناء للتكتون للحتكار عندنا قطاع البنكي محتكرا وابح رأي الملك حتى هذه المشكلة هذه عامين وعام ونص حتى هذه المشكلة لأبناء الخار بأنه الأبناء لا تساهم حقيقة بالصفة المطلوبة في التمويل للإقتصاد الأرقام التي كانت بعض الأرقام في تجربة الأولى ذلك أكسجان قالوا بأنه الأرقام الرسمية كانت تقول بين 20 و 25 ألف استفدوا ذلك المقالة استفدوا هذا الشيء ضعيف جدا هذا كبين بأنه كائن مشاكل بنوية وعيد ويلي كانت مع أنه في هذه القضية أعتبر يقرر بأنه كانت ضمان كون أنه الصندوق ديال الضمان يعطي الضمان ديال الدولة هذا رفع حاجة يستطيع بالحواجز اللي كانوا مهمة بالنسبة ولكن رغم هذا الشباب اللي كتسوق لهم يقول الكلفة والشروط الشروط متعددة للإدارية ولا الإجرائية ولا كتسعجز نعم إذن هنا كنا نقدرون نخلصوا الواحد الخلاصة بأنه لا تزال نفس الإجابات التقليدية للإشكالات الاقتصادية بمعنى الأبناك ولا المؤسسة ما زال كتجوب على الإشكالات بنفس الوسائل أو نفس الطرق التقليدية طبعا نحن تكلمنا على الأبناك ستكلم مع الدولة مع الأسف العالم تبدل ويمكن اللي نذكركم غير في ذلك البداية ذلك الشهر دي المارس أبريل نقاش قائم حول الكورونا والواقع دياله كنت تكلموا جميع ما يجب إجماعة يقول بأنه عالم ما بعد كورونا ممكن يكون كعالم ما قبل المغرب ما بعد كورونا ممكن يكون مزيان كورونا 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 لأنه حقيقة هذه الأزمة هذه عوض أنها تكون كارثة تكون فرصة تكون حقيقة فرصة جميع الكبير والصغير المسؤول وغير المسؤول يعيد بصيفة جوهرية يعيد الحسابات دياله والتفكير دياله باش نتوجه حقيقة لأنا طيب كنا مثلا نعطي أمثلة وواضحة من بين الأشياء اللي بنت يخذ لكراها بأشياء اللي كنا عارفينها اللي عنده دراية أحد أدنى بالمشاكل الاقتصاد المغربي رح كان عارفها ولكن اللي ما كان بغي يشوف شاه شنو شنو على الأقل جوج الأشياء اللي كاتبت شنو بيينت هالأزمة أولا بيينت المشكلة الهول ديال الخصاص بالنسبة للخدمات الاجتماعية أولا طبعا بالصحة يا لبن بل الهول ديال الخصاص بالنسبة لأطباء ولا الممرضين ولا المستشفيات ولا ظهر على الهول ديال الخصاص رحنا هنعرفوا ما كان وصلوش احتى التولوت لما تطلبوه المنظمة العالمية ديال الصحة هنعطيك مثال عندنا سبعة فصيلة جوج ديال الممر ديال الأطباء بالنسبة للآلف للمنظمة العالمية كتطلب 23 كدخول محبوض أنه يكون 23 إذن الهول ديال الخصاص تعريع الصحة ولكن أيضا في التعليم أيضا في التجهيزات التغطية الصحية إلى آخر هاي إذن ظهر للجميع بأنه هناك حاجة في تدخل الدولة مش لأنش كله غيقوم بهذا شيء أيضا هذا مع العساف حنا بينا هذا مكينش حكم مسبق بكل بغين نأكد على هات القادية أنا ما بغيش نتكلم منها بصيفة إديولوجية مسبقة كان حكم على الواقع بالتجربة ومشي تجربة ديال خمس سنين أو عشرين خمسين سنة لأنه تمثل مفاتش ديال الصحة من كانوا قاعدة يتكلموا على التحرير ديال الصحة والخصاصة إلى آخر ومكانوا تقولوا لنا يقولوا ما تدرى الصحة العمومية هي الصحة العمومية تقول لنا لا لا ما كان مشكلة القطعة الخاصة سيقوم بالأشياء هو اللي سيعود الخاصة هاي نشكنا إذن إذا ظهر للجميع بأن الدولة بالنسبة لهذا ما يسمى بالخدمات العمومية الأساسية الحيوية اللي كتهم الجميع الدولة ما يشير القطعة الخاصة هو اللي يقول إذن ظهر بأنه أولا خص الدولة ترفع بصفة بصفة بالمستوى المطلوب للنفقات ديالها النفقات ديالين اللي توجه لتلبية هذه الخاصة بالنسبة للصحة والتعليم إلى آخرين إذن شنو الجميع كانت تثنى بأنه طبعا كان الموعيد اللول كان هو ما يسمي بالقانون المالي التعديلي والموعيد التاني هو القانون المالي دي الواحد وعشرين مع الأسف إذا أي إن كان كل اليوم يلاحظ بأنه خيبت أمل عارمة حيث أنه بكل صراحة كي يبان كي يظهر بأن الدولة ما مستوعباش الخطورة ديال لا ما كمستوعبتش الخطورة ديال ما يعيشه الاقتصاد والمجتمع وما زالت كتحرك بدك المنطق المتجاوز الأرتوديكسي التوازنات الماكرو اقتصادية العجز الماء وعكة والحار في الحار أنه هذا على الصعيد الدولي متجاوز غير هذه الأسبوع الماضية هذا غريب في الأمر هذا خمسين عام ونحن نتبعه وكأنه قرآن منزل ما تقول له البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي يقوله أنه كان نديره دابا نجد الناس تعرف هذا شيء لا صندوق لنقص الدولي بانك الدولي وكأنه يقوله هم الولد الذي يقوله الدول ليس غير المرأة يقوله الدول كلها أولا خذكم ترفعوه من نفقات العمومية ديلكم باش تواجبه على هاد الحاجيات اللي ظهرت في الأزمة أكتر من هذا تقوله بأنه لا بأس أنه يكون عجز هذا تقارير رسمية ما تقوله شأن أشياء غير كلام هكذا تقارير رسمية العجز ما كين بأس تانية أكتر من هذا تقوله بأنه البنك الدولي البنك المركزي في كل بلد يمد الدولة بدك الإمكانيات المالية النقدية الضرورية باش ترفع من نفقات دياله وتواجه الحاجات خص البنك المركزي يدخل في هذه القضية أكتر من هذا نزيل كربعات المركز وإشياء أنا قد لك جميع يشوفها بالنسبة لتمويل الصندوق النقد الدولي اليوم تقول بأنه خص الرفع من الضرائب على المداخل العليا خص مثلا على صعيد الضربة على الدخل تصاعدية أكبر باش الميسورين اللي عندهم مداخل العليا يساهموا أكتر هاتشي المنظمات الدولية اللي كتقول هاليوم وللأسف الشديد الحكومات ديالنا المسؤولين ديالنا وكأنهم خارج التاريخ خارج التاريخ بكل صراحة نحن بغير نرجع معك التفاصيل ديال القانون المالية 2021 شنو هي أهم الملاحظات اللي سجلتوها حول هذه القانون هذا هو ما يمكنش يكون المجال حصة لهذا الموضوع لأنه ولكن المستوى التوجهات الكبيرة التوجهات الكبيرة ما تغيراتش في الحقيقة في العمق ما تغيرش شأنه ظاهرية شنو هو القانون المال 21 هو الكب على الخطاب الماليكي اللي تكلم على الخط المخطط ديال الاغولانس الإخلاع واللي عنده ثلاثة ديال المحاور محور ديال التمويل 120 مليار ديال ليمكن لها الضخ في الاقتصاد لتمويل المقاولات أو الإجابة على مشاكل ديال التمويل تانيا التغطية الاجتماعية تغطية تعميم تغطية المدة ديال الخمس سنوات ثالثا إصلاح القطاع العام في هذا هما ثلاثة ولكن مين كتشوف بالملموس أن هذا خطاب تتعرف أنه الأرقام لا تكذب يمكنك تضي الخطاب الذي تريد ترى الأرقام من بعد ستفهم الحقيقة الأرقام ديال القانون المالية لا علاقة لها بهذا الخطاب هذا نعطيك أمثلة متعددة مثلا غير هذا بالنسبة قلت لـ 120 مليار مثلا ديال ديال بحقيقة 20 مليار سابغيان دي 11% نتيج داخل الخام الله درع من يشوف عاملين يقول لك بأنه 75 مليار راها غير ديال ديال الأبنك نحن نرجع للمشكل اللي قلنا في اللون أي أنك من 75 مليار ديال هذا 120 مليار شنو هي هي في نفس أي أنك تعطي كتشتح واحد السوق للأبنك يدي يقول يبغى هذا في الواقع هذا المهم يمكن من يجروح ديال تقيم غادي نقيم ولكن ما تشرك 45 مليار اللي بقات شنو هي في الحقيقة شتقول هي اللي غايد ديال صندوق ديال استثمار مزيان أنا سأقول هذه فكرة مزيانة ولكن سترعت نشوف هذا أول أول فات 45 مليار اللي كان 15 مليار هي اللي الدولة من المزانية الدولة مزيان طيب 30 مليار من يجري إلى يومنا هذا هات الساعة هذه ما كين شي شحد قنا من غايد هات فلوس وكيف شغند رو بهم إلى آخرين إذا تلوتين ديال إمكانية زيال هات الصندوق إلى يومنا هات ما معروف هات إذا لش عم قونا نهضرو على شي حاجة اللي ما ما زال ما كين اش فعرض الواقع نعطيك مثالين بالنسبة للتغطية الاجتماعية أولا مش نكونوا منصيفين ومحقولين أنا كان أعطاها وقلت ها أنه هذا المشروع هذا إذا طبعا تم الإنجاز ديره إلى وصلنا إلى آخر أي شنو في 2025 خص المغربة كلهم 100% المغربة يكون عندهم تغطية صحية خص يكون عندهم التقاعد في حاجات طبعا للتقاعد خص يكون عندهم التعويضات العائلية وخص يكون عندهم التعويض على البطالة تنقول هاتش رائعي لكن هاتش في أفق 25 أنا أقع بأنها حقيقة ستكون قفزة نوعية تاريخية ويمكن لي نقول لك لأنه غالبا الناس يستعملوا العبارات مشروع القرن ومشروع العهد الجديد بالكلام هذا إذا كانت التغطية الصحية والتغطية الاجتماعية شمولية وتحقق هذا المشروع هذا سيكون حقيقة هو التاريخ تاريخ ما غادي يتذكر فهذا الحقبة الزمنية ديال عشرين وثلاثين سانة هادي الشيء غايت ذكر إذا مجيال ولكن شنو لي خليك تشكو كفر حدي في الحقيقة نشوف الاستنتاج وكان نشوف التجارب عبر العالم منذ بالنسبة مثلا الأوروبا هذه التورا كانت في الـ 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 الخمسين ديال القرن الماضي شكرا نلاحظون طبعا نلاحظون أولا هناك اختيارات تنظيمية تنظيمية هيكلية مثلا نعطيك مثلا ما يمكن شمال التقاعد صلحه في إطار هذا الوضع هذا اللي كايم تعدد ديال أربعة أو خمسة ديال السناضي كل واحد عنده القواعد ديال وكل ما يمكن شكرا وحد وخص تنظام إذا ممكن اختيارات قانونية ميسترية تنظيمية مهمة طيب هذا ممكن نقول بأنه طبعا تطلب اختيارات مهمة ولكن كايم الشق الثاني هو ديال تمويل وهذا اللي أنا كيجعلني لأنه يمكن تطلب التنظيم إلى آخر إذا ما كانش مجهود ديال البحث عن إمكانيات التمويل المستوى المطلوب والذي يتلائم مع طبيعة ديال الأنظمة ديال التغطية الصحية والتقاعد إلى آخر إذا ما كانش إبداع حقيقة في الإمكانيات ديال التمويل رحما غندي وغن قوغي كلام في كلام ما ننضح لأنه ساعة إلش التجارب ديال أوروبا رح من حط هاد الأنظمة ديال التغطية الاجتماعية رح دائما صاحبها بإصلاح ضريبي حقيقي وشنو هذا الإصلاح ونكون واضحين رح ما شي غاد ماشي دائما تنقص على الحي القصاور وتأخذ لهذا 150 درهم ولهذا الطبقة الوسطى يالك تخلص هذا رح ماشي معقول التجارب الدولية كتبين بأنه دائما هذا النظام هذا ديال التغطية الاجتماعية صاحبته إصلاح ضريبي على اللي كيتوجه للمداخل العليا ضريبة على التروة لا أول مداخل عاد نجي على التروة المداخل العليا أي دك الأسعار الضريبية اللي كتهم المداخل فوق واحد المستوى معين حقيقتا دس اللي عندهم مداخل رأى في أوروبا حتى في أميريك اللي كيف أنه المعقل ديال اللي بيرالية رأى تعداد 90% 90% غير في 50% و60% ديال القرن الماضي إذن خص إصلاح جدري للضريبة على الدخل في اتجاه إدماج وتوحيد لمداخل كلها وثانيا الرفع من التصعودية بشي ساهم حقيقة اللي عندهم الإمكانية ها عندها تانيا طبعا نخص ضريبة على التراوات الكبرى في بلاد لثوارق الاجتماعية كما يراها الجميع رغم شي معقول رغم شي معقول أيضا هنا في أوروبا في أمريكا كانت ضرائب على التراوات الكبرى تصعودية اللي كتوصل إلى واحد المستوى اللي يمكن في واحد منك التعدى واحد المستوى عين ما كيبقى الكوالو وبع هذا ومع هذا مجيش واحد يعود إنه شي حكاية اللي ماشي صحيحة يقولنا بأنه إلا كانت هالضربة هذي راغة تخلق كساد في الاقتصاد والنص ما غد تبقاش تصمر هذ شي ما كاش التجارب التاريخ يقول لك تبين بأنه شي ماشي صحيح الأوروبا معمرها ما عاشت مرحلة للازدهار الاقتصادي أكتر ما يسمى دائر تخونت غلوغيوز تلك الثلاثينات بين 1945 1945 1945 و 1975 في ذاك الوقت النيت في ذاك المرحلة كانت ضرائب مرتفعة ولكن تقول لك مرتفعة على أصحاب اللي عندهم التراوات وعندهم إمكانيات مش على الطبقة الوسطى نعم مش على على الفقارة نحن تنسى دابة يوم جل الدرائب نحن نتعرف أنه راح 60% ديال الدرائب 60% راح على ما يسمى على الاستهلاف كتخلصها وتيخلصها حتى هذك اللي فاقير ما عندهش ما عندهش تل مدخول اليوم دياله إلى شراء إلى شراء شي مادة غدي خلص الدريبة فيها إذن باش للخص هذا المشروع ديال التغطية الاجتماعية مهم جدا خصو إذا كان معقول خصو المعقول أيضا على صعيد التدابير وعلى صعيد التمويل دياله باش يضمن الشروط الديل الديموبة نخصناش احنا باش إذا بحنا في حاجة باش نديروا شي حاجة غير اللي باش ننفلاش وغدا نهزو ديال نقول آه ما كان الإمكانية ديال خص من دابة تكون اختيارات جوهرية اللي تجعل أنه حقيقة يكون الإمكانية ديال التمويل قارة نعم نبغي ننتقل معاك لنقطة الأخيرة إن بعد كما قلت على أنه فعيز الأزمة ديال كورونا كالحديث على أن كورونا قد تكون فرص من طبيع حالج المعيد ديال قانون المالي 2021 بان بأن هذه الفرصة يمكن نقدر نضيع نها اليوم اللي متروح اليوم أمام هذا التحليل اللي قدمته كما هما السيناريوهات الممكنة من أجل الخروج من هذا الوضع الاقتصادية اللي كي يعيشها المغرب يا أخي كنا نعدد السيناريوات ولكن أنا بغي باش نكون مبسيط ومبسط راح شوف ما عندنا عشرين إمكانية غي إما غتتكون إرادة باش نخرج من الفوق ولا غد نقاول تحت شريكين غي إما غتتكون إرادة باش حقيقة نخرج من الأعلى شنية من الأعلى هي أنه نعتبر أن هاد الجائحة هاد الكارثة هاد الأزمة راح فوصة تاريخية راح أيضا لو سيغسنا استقرار راح التاريخ كتشوف الدول فيما فيها نقول كبير أمريكا ولا أوروبا راح في الآزمات راح من بعد الحرب العالمية التانية نعم الأزمة واش كيف كيف أزمة تردية الحرب العالمية التانية فاش في خضم ذلك المرحلة التاريخية كتكون وحد الرجة كتكون واحد الإرادة التي تمكن أن تأخذ قرارات التي يمكن في ظروف عادية سعيد تأخذها إذن نعتبر أن هذه فرصة ونأخذه لإجراءات لإختيارات الجديدة التي تكون حقا من فاصلة بعيدة على الإختيارات القائمة لماذا؟ لأنه التاريخ بين أنها الإختيارات فرصة إذن اختيارات جديدة كتوجه حقيقة لأول بعدها تدبير أكثر عقلانية للموارد ديالها البلاستان هذي جانب مع الأسف لم يكن نحضر على كل شيء ورقصنا عرفو بأنه البلد ديالنا مع الأسف رقعاني من المشكلة ديال الموارد مشكلة ديال البيئة مشكلة ديال التغييرات المناخية إلى خير البيئة ديالنا راها هشة هي ورقصنا نحضع لها إذا بغيرنا نزيدوا ولادنا يعيشوا في هذا الموارد البشرية أيضا رامع الأسف مشكلة ديال التعليم هذه رامحات واحد البومبة ما زال كان عاني منها كيفاش راد يمكن إحنا رحنا في 2020 تولو تعلق الإحصائيات الرسمية تولو ديال المغربين تتعرفو راولي وإحنا الآن نتكلموش على الحال ما نتكلموش على الأمية الأبجزاتي تتكلمو على الأمية الرقمية إلى آخر جيال أخرى من الأمية ماشي معقول مشكلة ديال الهدر ديال الإمكانيات البشريات موارد البشريات ماذا إذن كيف سنان ما عدناش مع الأسف مع الأسف الشيء لأنه قضايا مهمة جدا وموقع كي يدرك ولكن يمكنني نقول لك بأنه بعجلة سنان عيدون نظار في الاختيارات الرئيسية ديالنا اختيارات التي توجه أولا لتلبية الحاجية ديال الناس نقولها بصفة بسيطة كالترجم على اختيارات تقنية تقنوية إلى بغيتي ولكن بشي قلوها بصفة بسيطة خصنا القرارات ديالنا السياسة ديالنا الاستثمارات اللي اتكلمتي عليها قبلها الهاجيس الأول عندنا موريد على قلتها أو غير قلتها عندنا موريد إلا قد نجيها أولا شي حاجة الحاجيات ديال الناس تلبية الحاجيات ديال الأغلبية الصاحقة هذه المعاربة وهذه الشيئة ليس صعب لكي تعرفوا أعرف ماذا نخص الناس ماذا نخصها إذا توجيه لهذه الموارد ثانيا طبعا خصنا تدبير عقلاني يول كيف يقول يوفق بين النجاعة والعدالة والإنصار راح ما كانش نمو اقتصادي لكي يعني غير واحد الأقلية والشيء الأخر على خص اختيارات جديدة لدائما كل هاجز ديالها هو أنه المجتمع ما يمكنش الاقتصاد ما يمكنش يمشي على رجل وحده كاين النمو طبعا ولكن كاين العدالة كاين الإنصار كاين ضرورة أنك الجميع جل كبير المغاربة كلهم كنحسوا برسهم بأنه الاقتصاد كيتحسن نعم ولكن هناك اللحظ أن هذه السياسات الاقتصادية دائما كنحس بأنه ما كتخرش عن المعتاد وأن هناك واحد نوع ديال الفرمان وشكين عوامين اللي كتخلي القرار الاقتصاد السياسي المغربي دائما في واحد دائرة تقليدانية يعني لا يمكنش تغيير هذ يمشي في الاتجاه هذا لأنه ما هو المنبع ديال القرار القرار السياسي أي الاختيار لم يتغير كنوا واضحين كنوا واضحين هنا في إطار واحد نظام الحكامة اللي أبغيت أن نسميه أيضا أنا كنتكلم على نظام سياسي اللي هو اللي يأخذ القرار هذه القرارات هذه استراتيجية ما ننساه بأنه بحكم الدستور أنا ما كنتكلم بشي على شعات اللي رأى الدستور فتح الدستور هذي تسبب أنه اختارة استراتيجية رأى تمر عبر المجلس الوزاري هذي يعني بأنه النظام السياسي لم يتغير النظام السياسي اللي خداد ذاك القرارات اللي التجربة بيينت بأنها فشلت هو نفس هي نفس النخبة نفس المراكز القرار اللي ما لازلت تدبر الأشياء اللي كانت تاخد إذن خص تغيير في هذا النظام السياسي تغيير اللي يمشي ما يتلقى مع العصر تقول لك احنا نتكلم على الأشياء اللي احنا حرف لف الواحد وعشرين إذن تغيير في إذن إصلاح سياسي إصلاح سياسي حقيقي اللي طبعا هو اللي قد يكون داك الاقتصادية والاجتماعية اللي من شأنها أنها حقيقة تتسير بيننا الأمان نعم دكتور نجيب قصبي شكرا بززاف على هذا الوقت اللي يخذنا منك وعلى المجهود ديالك وعلى الإضاءات اللي ينتمنى إن شاء الله تكون مرفقة شكرا لكم وإلى حلقاتي مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم